السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنتم تشاهدون قناة بذراء للزراعة المنزلية ومعكم توفيق من المغرب هذه أصدقائي صينية تشتيل البذور والتي نزرع فيها البذور قبل نقلها للأرض أو لوعاء الزرع ولأن هدفنا الأول في القناة هو تبسيط الزراعة المنزلية للمبتدئين وشرحها بأسهل الطرق اليوم سأقترح عليكم حلا بديلا لزراعة البذور إذا ما تعذر عليك الحصول على مثل هذه الصينية الحل أصدقائي هو كارتونة البيض حيث يمكن زراعة كل البذور التي لا تزرع مباشرة في الأرض وتتطلب أولا الزراعة في مثل كما قلنا هذه الصينية ثم عندما تصبح شتلة نرقلها للأرض وأنا أفضل هذه الطريقة لأنها عضوية وصديقة للبيئة وكما نعرف فإن الكارتون قابل للتحلل وأيضا شكله مناسب لزراعة البذور نثقبها من الأسفل لضمان تصريف ماء الري ونملأها بتربة زراعية خفيفة من بين أفضل الخلاطات لزراعة البذور في نظري هو البتموس والرمل نضع البذور التي نريد زراعتها وأنا اخترت بذور الطماطم وكما لاحظتم فأنا أستعملها مباشرة دون تجفيف نغطي البذور بطبقة خفيفة من التربة ونسقي التربة من الأفضل أصدقائي أن يكون السري بالرذات حتى نحافظ أكثر على كارتونة البايد بعد ذلك نضعها في مكان لا تصله الشمس مباشرة ونحافظ على رطوبة التربة وهكذا أصدقائي بعد أيام ستنبه البذور كما تشاهدون على شاشتكم والآن يمكن أن ننقلها لمكان الزرع النهائي إذن أعزائي وكما قلت هدفنا الأول في قناة بدراه هو تحبيب وتسهيل الزراع المنزلية الممتدئين وتحفيزهم على ممارسة أجمل هواية في العالم دمتم سالمين